مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة توب انفورميشن ما تأثير تناول التفاح يوميا على صحتك يشتهر التفاح بفوائده الصحية العظيمة حيث أصبح يقال أن تفاح يوميا تبعد عنك الطبيب كل يوم فماذا تعرف عن فوائد التفاح والقيم الغذائية يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه التي يتم تناولها في العالم أجمع وهو غني بمضادات الأكساد والفيتامينات والمعادن الضرورية أولا تحسين صحة الجهاز العصبي والأعصاب حيث وجد أن تناول التفاح يساعد في تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة والناتج عن الإجهاد التأكسدي وبالتالي يساعد التفاح في خفض خضر الإصابة بمرض الزهايمر ويعزز من كفاءة عمل الدماغ ثانيا يحمي من الخرف وجدت دراسة علمية نشرت في عام 2018 أن تناول التفاح يساعد في حماية الإنسان من الإصابة بالخرف ثالثا خفض خطر الإصابة بالسكت الدماغية بما أن التفاح يساعد في حماية الأعصاب الموجودة في الدماغ تحديدا ويحميه من الإصابة بالخرف فهذا يعني أن له دورا في خفض خطر الإصابة بالسكت الدماغية رابعا خفض مستويات الكروسترول المرتفعة يساهم تناول التفاح وإدراجه ضمن نظامك الغذاء اليومي في خفض مستويات الكروسترول المرتفعة خامسا الحماية من السكري من فوائد التفاح أنه يساعد في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني سادسا غني بمضادات الأكسدة حيث يوجد في التفاح مركبات تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحارة بالإضافة إلى دورها في نمو الجسم وتعزيز مناعته سابعا يحتوي على سعرات حرارية قليلة تقريبا كل 100 جرام من شرائح التفاح تعطينا ما يقارب 50 سعر حرارية كما وإنه خالي من الكروسترول والدهون المشبعة ثامنا غني بالألياف الغذائية هذه الألياف تتركز في القشرة وأشهرها البكتين والتي تساعد على منع امتصاص الكروسترول السيء في القناة الهضمية تاسعا غني بالفيتامينات يتميز التفاح في غناه بالعديد من الفيتامينات التي تعود على صحتك بالفائدة فهو يحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي وبيتا كورتين بالإضافة إلى ذلك لا تقتصر فوائد التفاح على هذا فقط بل تشمل الحماية من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي المساعدة في فقدان الوزن والحماية من السمنة تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء وتقوية العظام وهكذا أعزائي أنهينا لكم تناول تفاحة يوميا بماذا تعود على صحتك إذا أعجبك الفيديو من قناة توب انفورميشن لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل ما هو جديد دمتم برعاية الله